لاحظنا هذه السنة بأنه كان يتراجع في معدلات اتقاف الحكومة والمؤسسات المنتخبات بشكل عام الحزب السياسية والبرلمان مقارنة مع السنوات الماضية يعني إذا شفنا المؤشر في اتقاف هذه أربع سنوات كانت ضعيفة في فترة من قبل كوفيد يعني كانت 23 مثلا في الحزب السياسية وفي الحكومة كانت تفتهي في 30% تقريبا ارتفعت في فترة كوفيد الواحد الفترة ارتفعت بسبب الإجراءات الحكومية الأناداك وكل مواطن في لحظة اللي يحتاج دعم إلى آخره يعني كان نحن من تنطرح السؤال على الحكومة تكون تقييم شامل الحكومة طبعا ارتفعت أكثر وصلت للمستوى قياسي السنة الماضية اللي هو 69% يمكنني أعلى نسبة نهاية 2021 يعني بداية في 2022 نعم 69% السنة الماضية 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 نتائج نستفجأوا قالوا كيفاش هذا الارتفاع طبعا ارتفاع السنة الماضية كان مرتب أساسا يعني في 2022 كان مرتب أنه سنة انتخابية جاءت حكومة جديدة وجوه جديدة كان هناك وعود والتزامات يعني انتخابية من طرف حزب اللي سعدت الحكومة وبتالي المواطن كان يتأمل أنه سيكون هناك تعيير ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا